مصر على مسار نمو مستدام شهادة ثقة في اقتصاد مصر أطلقها صندوق النقد الدولي متوقعاً أن تصل معدلات النمو في البلاد إلى 4.5% خلال عامي 2024 و2025 الصندوق يعول على مضخته القاهرة من استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة لدعم قدرات اقتصادها جهة التمويل الدولية أوضحت أن انخراط الحكومة في مشروعات ضخمة لتطوير النقل والإسكان والخدمات الأساسية ومن أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ساهم في توفير وظائف جديدة وتعزيز الاستثمار وعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة وغيرها قطاع الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي يمثل ركيزة مهمة لاقتصاد مصر إذ اتخذت الدولة المصرية خطوات نحو جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل ظهر وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمار الأجنبي وتوليد عائدات من العملة الصعبة السياسة النقدية ركيزة أخرى بنى عليها الصندوق توقعاته الإيجابية للنمو في مصر الصندوق قال إن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة كما حدد صانع السياسات النقدية المصرية هدفين طموحين لخفض التضخم الأول بنسبة 7% على المدى القريب والثاني 5% على المدى المتوسط إصلاحات مالية وضريبية نفذتها مصر بجانب السياسات النقدية وتعزيز البنية التحتية كلها وضعت مصر على طريق نمو مستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية